بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم عزيزان الطلاب مجددا في شروحات مقرر تخطيط الحملات التسويقية واحد اليوم نستكمل حديثنا عن فهم سلوك المستهلك دعونا نستذكر النقاط التي تناولناها في درسنا السابق ومن ثم نستكمل هذا الدرس نحن ذكرنا هناك نوعان مختلفان من مستهلكين ما هما هذان النوعان ذكرنا أن هناك أنواع العملاء وأيضا التسويق بشكل عام يقوم على هؤلاء العملاء فبدون العملاء لن يكون هناك تبادل بين الشركات والأشخاص ولكي يحصل المسوق على عملاء يجب عليه أن يفهم سلوكهم ودراسة السلوك هي أن تضع الحاجات والرغبات في الحسبان أثناء تخطيط الاستراتيجية أو الخطط التسويقية وأثناء التنفيذ لابد أن نراعي الفرق بين هذين النوعين وكذلك احتياجاتهم ورغباتهم ونضع بعد ذلك الاستراتيجية المناسبة ذكرنا أيضا أن المسوقان أو المسوقون يحللون حاجات المستهلك بعدة طرق قد يكون من خلال الوسائل التقنية الحديثة تحليل البيانات من خلال الردود أو الاستجابات من العملاء من خلال الاستبانات وغيرها وذكرنا قد يكون المستهلك نهائي وقد يكون شركات المستهلكة وفرقنا بينهم ذكرنا المستهلكة النهائي هو من يشتري لاستخدام الشخص مثلا يشتري الشماغ أو الثوب لكي يرتديها ولكن الشركات المستهلكة قد تشتري الأقمشة أو غيرها لعادة بيعها مرة أخرى مثلا يشتري الشماغ بسعر معين ويعيد بيعها على فراد آخرين مستهلكة النهائية بسعر مختلف أو يشتري لإدخالها في صناعة منتج جديد وهذا ما يسمى بالشركات المستهلكة يشتركون في أن من يدفعهم للشراء هي الحاجة والرغبة لهذه المنتجات أو الخدمات ذكرنا أيضا لدينا الحاجة والرغبة وذكرنا هناك فرق ما بين الحاجات والرغبات الحاجة هي أي شيء تحتاج إليه لتعيش أو يحتاج إليه الشخص ليعيش أما الرغبة هي شيء يشعر الناس أنهم يرغبون فيه بسبب الخيارات المتاحة إذن قد تختلف الخيارات المتاحة من ثقافة إلى أخرى أو من دولة إلى أخرى وبالتالي حينما يكون لدينا خيارات متعددة إذن هذا يتعلق في الرغبة أما الحاجة هي شيء تحتاج لكي تعيش أو منتجات لتشبع هذه وتقوم بالشراء منتجات لكي تشبع هذه الحاجة نحن في الدرس السابق وصفنا النوعين مستهلكين وهو مستهلك النهائي والشركات مستهلكة اليوم سنفصل أكثر في تحديد حاجات المستهلك ورغباته دعونا نأخذ هذا السيناريو التسويقي لمقهى للمتلجات كمثال على مستهلك الشركات ما هو مستهلك الشركات هو بيزنس كاستومر ذكرنا أنه يشتري إما لعادة بيعها أو لتصنيعها مرة أخرى أو إدخالها في منتجات جديدة يبيع مقهى في الدمام المشروبات والمثلجات لعملائه إذن هو مستهلك أو شركات مستهلكة وليس مستهلك النهائي لأنه يقوم ببيع المنتجات لا يصنع هذا المقهى مثلجات بل يشتريها من مصنع مثلجات موجود في الدمام وفي كل شهر يشتري المقهى طلبية من مصنع المثلجات تتباين الكميات أو كميات المثلجات المطلوبة وأنواعها من شهر لآخر بمعنى قد يطلب الشهر في هذا الشهر كمية مرتفعة الشهر الذي يليه قد تكون الكمية منخفضة أو متوسطة كل ذلك تعلق بما يتوقع صاحب المقهى من إقبال الطلب أو من مثلا في هذا الشهر قد يكون لك إجازة أو غيره وبالتالي يزداد الطلب قد يكون في موسم أخرى ينخفض وبالتالي تتباين هذه الكمبيات كما ذكرنا أيضاً نذكر أن عندما يحتاج المقهى أيضاً إلى أثاث قد يحتاج إلى أثاث أو معدات جديدة سيشتري صاحب المقهى وصحاب المقهى بشكل عام هذه المنتجات من موردين يثقون فيه لتزويدهم منتجات عالية الجودة وبسعر معقول إذن أيضاً يبحثون حتى لو كانت شركات مستالكة يبحثون عن جودة مرتفعة وأسعار أيضاً معقولة أو منخفضة بالإضافة لذلك يعمد أصحاب مقهى المثلجات أيضاً إلى شراء العديد من الخدمات من الشركات الأخرى مثلاً يشترون خدمات المحاسب أو محاسب المحاسبين لضبط عمليات الحسابية المالية إذن لديهم إرادات ومصرفات تشغيل مصرفات أخرى لديهم قروض قد يكون وبالتالي يحتاجون إلى أشخاص متخصصين في المحاسبة لكي تضبط هذه الحسابات وبالتالي قد يشترون خدمات أجهزة قد تكون وقد يكون أشخاص مراجعين وغيرها دعونا نفكر في هذه الحالة ما المنتجات التي يشتري أصحاب مقهى المثلجات من الشركات الأخرى نحن ذكرنا هناك المثلجات هناك الأثاث قد يكون هناك الخدمات وتختلف بالتأكيد المنتجات من مجال إلى آخر أو من نشاط إلى آخر ما المنتجات التي يشتري أصحاب المقاهى المثلجات بانتظام هناك منتجات قد تكون معملة تشتري مرة واحدة كمثال الأثاث قد تشتري كل فترة من الزمن مرة واحدة وتكفي لهذا النشاط أما المثلجات ذكرنا تكون بانتظام والكميات أيضا ماذا مختلفة ما العوامل التي من شأنها تؤثر عن منتجات نفسها وكمياتها التي يشتريها صحاب مقاهى المثلجات لماذا ذكرنا هناك تبايل في الكميات قد تكون في شهر مرتفعة في شهر منخفضة هناك بالتأكيد عوامل عوامل قد تكون تعلق في إقبال العملاء ما يتعلق في المواسم الإجازة قد يكون مناسبات معينة قد يشترون هذه المنتجات في مناسبات بسبب الثقافة وبالتالي تختلف تتباين هذه الكميات كذلك روية صاحب ما المثال وارد في النص على خدمة التي يقدمها أصحاب مقامة المثلجات وأيضا ما الأمثلة أخرى على خدمات قد تشترى إذن نحن ذكرنا قد نشت المقاهى أو المحلات يقوم بشراء خدمات أيضا ذكرنا خدمات المحاسبية وقد يكون أيضا الشركات تلجأ أو المقهى يلجأ إلى شركة متخصصة في التسويق إذن قد يقوم بشراء خدمات التسويقية أيضا وغيرها أو الإدارية أو غيرها لكي يقوم مساعدون في إنجاح هذا العمل التجاهي يعتمد المسويقين على نظرية إبراهام ماسلو وهو عالم متخصص بالتأكيد في العلم النفس ووضع هرم ماسلو ما يسمى بهرم ماسلو هذا الهرم أو هذه النظرية هي حول الحاجات البشرية عندما تعلق الأمر بفهم هذه الحاجات وكيف تبنى ووضعها في خمس مجالات وضع حاجات الناس في خمس مجالات بهذا الهرم لدينا نلاحظ هذا الهرم يتكون من خمسة ألوان كل لون يعبر عن مجال في المجال الأول الحاجات السيولوجية أو ما يسمى الأساسية هي طعام نوم ماء ماء وهواء إذن لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونها هذه تسمى الحاجات الأساسية أو فسيولوجية بعد ذلك إذا قام بإشباعها سينتقل إلى حاجات تسمى حاجات الأمن أو الأمان السلامة الجسدية الأمان الأمان الاهتصادي بعد ذلك يأتي الجانب الاجتماعي للإنسان يبحث عن صداقات يبحث عن حب وانتماء ومثلا تكوين صداقات إذن هذا يسمى بحاجات الحاجات الاجتماعية أو الجانب الاجتماعي إذا قام بإشباعها سينتقل الإنسان إلى البحث عن حاجات التقدير وهي الاحترام المتبادل الاعترافات ما بين الأشخاص بعد ذلك إذا أشبعت هذه الحاجات سينتقل إلى البحث عن تحقيق ذاته من خلال مناصب معينة أو إدراك إمكاناتك أو بدأ بمثلا مشاريع خاصة وغيرها لكي يشعر بأنه حقق ذاته وبالتالي بذلك يكتمل الهرم أو هرم إبراهام ماسلو أو نظرية الحاجات لماسلو إذن هذا الهرم في هذا الهرم يعتقد ماسلو أن هذه المجموعات من الحاجات تتدرج نلاحظ السهم من الأسفل إلى باتجاه الأعلى تتدرج بشكل هرمي ويحتاج الشخص أولا إلى الحاجات الأساسية هنا في اللون الأخضر بعد ذلك إذا أشبع سينتقل لهذه الحاجات ومن ثم إذا أشبع ينتقل لهذه الحاجة ومن ثم هذه الحاجة وصولا إلى أعلى الهرم بمعنى أنه لا يمكن انتقال من أسفل الهرم إلى مثلا أعلى الهرم هذا ما يقصده إبراهام ماسلو في نظريته وبالتالي يستمر إلى أن يصل إلى أعلى الهرم في إشباع الحاجات وذكرنا الحاجات الأساسية مثل الأكل والنوم والتي تبقى لها قيد الحياة بعد ذلك الحاجات تبدأ الحاجات الأمنية والأمان ومن ثم الوصول إلى تحقيق ذاته يجب أن يدرك المسوقون أن مواقع الناس أيضا تختلف في التسلسل الهرمي بمعنى قد يكون شخص ما في منتصف الهرم وقد يكون شخص في أول الهرم ليس لديه أساسيات في الحياة يبحث عن إشباعها وهناك شخص قد وصل إلى أعلى الهرم وبالتالي لا بد أن يدرك المسوق أن الناس يتفاوتون في موقعهم على هذا الهرم وبالتأكيد يركزون على كل فئة وأين تقع في هذا الهرم أو هرم حاجات ماسل لو تناولنا مثال السكن أو المسكن يشبع الإنسان الحاجة الفسيولوجية للسكن في منزل يوفر له الحماية من الطقس إذن يسكن فيه ويعيش فيه بعد ذلك ينتقل إلى حي آمن مثلا أو نظام أمني يلبي الحاجة إلى الأمن أن يكون هذا الحي آمن بالنسبة له وبالتالي يشبع الحاجات هنا أشبع الأساسية هنا أشبع الحاجات الأمن إذا أشبعها سينتقل إلى حي يوجد فيه الكثير من العائلات لكي يكون علاقات اجتماعية صدقات ما بينه وبين الأسر والجيران وكذلك أصدق أطفال الجيران مع أطفال لكي يكونوا صدقات وحلاقات وأخيرا قد تلب هذه الشقة التي اشتراها أو المنزل أو أي أن كان إذا خضعت للصيانة المتكررة إذا سيشعر بالتقدير والاحترام وقد يصل إلى تحقيق ذاته إذا صمم هذا المنزل بنفسه وقام بوضع ديكورات لهذه الشقة أو لهذا المنزل برغبته أو بتخطيطه وبالتالي يشعر بتحقيق ذاته إذن هذا مثال على حاجة قد نتدرج في إشباعها بدءا من الأمن وصولا إلى تقدير الذات وقص على ذلك في جميع الحاجات التي لدينا لو تساءلنا ماذا تفعل لتلبية حاجاتك الاجتماعية وأيضا ما مدى أهميتها بالنسبة لك نحن بالتأكيد لدينا حاجات اجتماعية نود أن نكون علاقات اجتماعية مع أصدقائنا مع أقربائنا أو مع مجتمع معين ننتمي لفئة معينة سواء في اهتمامات هوايات أفكار معتقدات وبالتالي نبحث عن حاجات اجتماع ماذا نفعل عادة بالتأكيد الأشخاص يبحثون عن مناسبات يجتمعون يقومون مثلا بتجمعات مثلا أيضا قد يكون من زيارات أيضا مدارس أنها تشبع حاجات الفرد الاجتماعية حينما يكون لك التقاء في المدرسة والدراسة مع زملائك كل ذلك قد يشبع أيضا الحاجات وبالتأكيد أهمية الإنسان بطبع كائن اجتماعي يعيش في ظل مجتمع لا يمكن أن يعيش لوحده لفترات كبيرة وبالتالي يبحث عن علاقات تكوين صدقات وكذلك الأسر تبنى من خلال علاقات اجتماعية والتفاعلات وبالتأكيد كل منا يحتاج إلى هذه الحاجات الاجتماعية دعونا ناخذ هذه النقاط ناقش إجاباتك عن الأسئلة مع زميلك أو في مجموعة في الصف أود منك أن ترسم هرم ماسلو كما ذكرنا بخمسة أجزاء وباستخدام الرسم البياني كمساعدة صريحة إذا نستخدم التقنية لعملية أو الرسم البياني في رسم هذا الهرم ونوضح عليه ما تناولنا وتعرضه على زميلك الآخر لكي يعلق على هذا الرسم البياني أيضا لدينا سؤال آخر أو نقاط لتتحقق من معرفتك ما الشركة أو الشركات الموجودة فعليا التي يمكنك التفكير فيها وتبيع المنتجات أو الخدمات وفقا لكل مستوى مستويات الخمس لتسلسل ماسلو الهرمي للحجد إذن دعنا نفكر بشركة تقوم بإيجاد منتجات لكل مستوى من هذه المستويات بمعنى منتج للحجات الأمن منتج أو عفوة الأساسية وحجات الأمن منتج أو خدمة للحجات الاجتماعية ومنتج أو خدمة يلبي أيضا حجات التقدير ومنتج أو خدمة يلبي حجات تقدير إذن تفكر في ذلك وقم بنقاش معزومات ذكرنا السكن قبل قليل ووضعنا أنه حجات الأمن يكون لديك مسكن آمن في حي آمن حجات الأمن في الحجات الاجتماعية يكون بجوارك جيران وأصدقاء ذكرنا التقدير أن يكون هناك صيانة دورية ومتابعة وعلاقات أيضا تبادل احترام بين السكان في هذه مثلا العمارة أو في هذا الحي وأخيرا وصلنا إلى تقدير الذات أن يكون بناء مثلا ديكور أو تغيير في هذا المنزل أو الشقة بناء على رغبة المالك إذن وصلنا إلى تقدير الذات فكر في منتجات أخرى أو شركات أخرى تقوم بنفس الدرس نأتي إلى تقييم هذا الدرس ما هدف المسوقين من دراسة سلوك المستهلك نذكرنا هناك هدف من دراسة سلوك المستهلك لماذا المسوق يقوم بوضع الاستبانات وتحليلها ومتابعة ردود العمل ما الهدف من الدراسة بالتأكيد نحن ذكرنا لكي يكشف العوامل التي تؤثر على سلوك المستهلك ما هو أكثر عامل يؤثر على هذه الفئة في الشراء لكي نضع الأساليب التسويقية المناسبة لجذب أو لتحفيز هؤلاء العملاء للشراء سؤال آخر ما نوع المستهلك الذي يشتري السلع والخدمات لإعادة بيعها مرة أخرى أو استخدامها في منتج أو خدمة أخرى ذكرنا لدينا نوعين من المستهلكين المستهلك النهائي يشتري الاستخدامه الشخصي أما الذي يشتري عادة البيع أو الاستخدامه في منتج آخر هي يسمى أو ما يسمى بالشركات المستهلكة سؤال آخر إشرح الفرق بين الحاجات والرغبات ذكرنا هناك فرق بين الحاجة والرغبة ذكرنا أن هناك الحاجة هي أي شي يحتاج الإنسان أو الشخص ليعيش أما الرغبة فيشعر الإنسان بأنه مخير فيه يستطيع أن يرغب في اختيار خيار دون آخر كما ذكرنا في مثال العطش وهي حاجة وإشباعها يكون برغباتنا إما ما أو عصائر وبالتالي نلاحظ الفرق بينها ما فيئة الحاجات في تسلسل ماسلو الهرمي للحاجات التي يلبيها الإنسان أولا ما هي أول حاجة في هرم ماسلو التي يبحث الإنسان دائما في إشباعها أولا ثم ينتقل للحاجات الأخرى بالتأكيد نحن ذكرنا الفسيولوجية أو حاجات الأساسية المأكل، المشرب، المسكن هي الحاجات الأساسية بعد أن تشبع ننتقل لحاجات الأمن ومن ثم إلى الحاجة الأخرى وصولا إلى حاجات تقدير الذات ننتقل لسؤال الأخير يبيع أحد المتاجر مستلزمات البناء للشركات والمستهلكين النهائيين إذن لدينا النوعين مستهلك نهائي وأيضا شركات بلغ المتوسط المبيعات للشركات الشهر الماضي 3200 ريال ومتوسط البيع النهائيين 164 كان هناك 128 شركة مستهلكة بمتوسط 5 عمليات شهرياً و2593 مستهلك نهائي بمتوسط 2 فاصلة عملية شراء شهرياً نود منك أن تحسب إجمال المبيعات الشهرية لكل نوع من النوعين وإجمال المبيعات الشهرية الإجمالية والنسبة المئوية لإجمال المبيعات لكل فئة من فئات المستهلكين إذن لديك المتوسط للشركات ولديك عدد الشركات ولديك المتوسط للعملاء النهائيين ولديك أيضا عدد العمليات الشرائية وأيضا عدد العملاء وبالتالي نود منك حسابها إذن أولا نوجد المبيعات أو متوسط للمبيعات للعملاء أو المبيعات الشهرية الشركات المستهلكة نوع الأول لدينا ثلاثة ألاف ومئتين شركة أو متوسط للشركات سنضربها في خمس عمليات شهرية نحن ذكرنا متوسط العمليات في عددها كانت مئة وثمانية وعشرين إذن هذه الشركات مئة وثمانية وعشرين تجري خمس عمليات ونضرب هذه الأرقام وبالتالي يظهر لدينا مليونين وثمانين وربعين ألف هي المبيعات الشهرية لشركات المستهلكة نأتي للمستهلكة النهائي بنفس الطريقة لدينا مئة وارمعة وستين عميل نهائي بمعدل اثنان فاصل ثلاث عمليات شرائية وعدد هؤلاء العملاء هو ألفين وخمسمائة وثلاثة وتسعين وبالتالي يظهر لدينا المبيعات تسعمية وثمانية وسبعين ألف وسبعة وتسعين ريال وستون إذن هذه المبيعات للمستهلكة النهائية لو أردنا إيجاد الإجمال بالتأكيد سنقوم بجمع المستهلكة النهائية مع شركات المستهلكة يظهر لدينا إجمال المبيعات ثلاثة مليون وستة وعشرين ألف وتسعة وسبعين ريال وستون هلأ له إذن هذا هو إجمال المبيعات الشهرية للنوعين شركات مستهلكة ومستهلك نهائي الآن نوجد النسب المئوية كم نسبة المبيعات للمستهلك النهائي من إجمال المبيعات أو أيضا كم نسبة المستهلك للشركات المستهلكة أو شراء الشركات المستهلكة للمبيعات إذن سنقوم بقسمة المبيعات على إجمالها نحن أوجدنا الإجمال قبل قليل وهو ثلاثة مليون وأيضا أوجدنا مبيعات شركات المستهلكة سنقسم ذلك مبيعات شركات المستهلكة على الإجمال إذن 68% هي تأتي من الشركات المستهلكة إذن 68% من المبيعات لهذه الشركة أو المتجر هي للشركات المستهلكة بنفس الطريقة للمستهلك النهائي نقوم بقسمة إجمال لمبيعات الأفراد أو مستهلكين على إجمال المبيعات الشركة لمستهلك النهائي أو غيره ونقسمها وبالتالي يظهر لدينا 32% سنجمع النسب إذن ستظهر 100% إذن الإجابات صحيحة 32% من مشتريات أو مبيعات هذا المتجر تذهب إلى مستحلك نهائي و 68% تذهب إلى شركات مستحلكة إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا هذا اليوم شكرا لكم لحسن متابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته